وننتقل مباشرة إلى نافذة من أربيل إلى مستشفى أربيل الذي يغص بجرح المعارك حيث مراسلنا عبيدة الشريف المتواجد هناك الذي يرصد لنا أوضاع جرح معركة الموصل تفضل أعزائي المشاهدين أهلا بكم زملائي نحن منذ الظهر موجودين في هذه المستشفى الأعداد في تزايد الحالات الجرحة جميعها مستعصية هنا الصليب الأحمر يعمل منذ الصباح حتى الآن بدون توقف عمليات جراحية مستمرة على طول هذه الفترة سمعنا روايات كثيرة الرواية التي تغلب على أنه هناك قصف على بعض البنازل في الموصلة الجديدة هذه الصواريخ استهدفت شاحنة مملوئة بالعبوات الناسفة والتي أسقطت المئات بل الألاف من الجرحة عبيدة عبيدة ذكرت أن أوضاع الجرحة السيئة والغاية لكن هل من منظمات إنسانية من أخبار عن علاج هؤلاء المرضى خارج أربيل خارج مستشفيات أربيل؟ لغاية اللحظة لا يوجد أي منظمة جاءت غير الصليب الأحمر الدولي ولكن هناك منظمة جاءت بتوزيع بعض البطانيات أو ما إلى هناك من حاجيات بسيطة جدا لا تفي بالغرب الحجم الماساء كبير جدا شعب هذه المستشفى الكسور الجروح الحروق مؤلمة جدا لا نكاد نلتقي بأي شخص من الأشخاص إلا وله فوق العشرين قتيل أو جريح سنتوجه بعد قليل إلى إحدى الغرب في هذه الردهة المليئة بالجرحة سنتوجه الآن؟ نعم نعم عبيدة يعني بتوجهك إلى هذه الردهات حبذا لو أطلعتنا على واقع الجرحة هناك وأيضا ما هو رأي الأطباء بهؤلاء الجرحة يعني من منهم بحالة صعبة ومستعصية وبحاجة إلى علاج فوري ومنهم بحاجة إلى علاج خارج البلاد نعم هنا الحالات بمجملها هي حالات خطرة الجميع هنا تعرض إلى قصف أو قذائف هاوة أو غيرها وصلنا إلى الركن العناية المشددة وجدنا الكثير من الحالات المرضية بعضها لم يستطع تزديد النفقات فاستمر وضعه على هذه الحالة حتى وفاه الأجل أتحدث عن بعض الحالات التي جاءت قبل المجزرة أما الآن في المجزرة فالمستشفى مكتظة جدا يعني تكاد كل غرفة تكون ممتلية عن بكرة أبيها بالحالات المرضية الآن لدي مجموعة من المصابين سنلتقي بهم تباعا ليحدثونا عن الفاجعة التي تعرضوا لها السلام عليكم تتحدث لنا عن كيفية القصف أو الإصابة التي تعرضت لها في الموصل وأنت من أي الأحياء أنا من جانب الأيمن مدينة الموصل في تاريخ 13 ثلاثة يعني بعدما دخلوا القوات الأمنية ومكافة على الإرهاب تقريبا بثت أيام فطمانينة شوية قمنا نطلع ونفوت طمانينة فواكفين في الخارج وعن ساعر يعني بيناتنا أشونك وما أشونك البحر الانفجارة شون صار وش تكسر عدكم وش ما تعتكم جاءتني قناص في جهة خاصرتي طرعت من بطني وقناص اللي أخي من فخذي كسر العظم والفخذ مالي وأخي قبل ذلك من نفس الحالة أخيهم في ساقه أنت من أي الأحياء أولا؟ حي موصلة جديدة قرب دورة عبو الياسي أنت يعني جاءت قبل أن تحصل المجزرة؟ لا بنفس الوقت اللي حصلت المجزرة فطلعت أسعف أخياني وصارت لنفس الحالة اللي تكلمتها طيب شلون وصلت إلى هذا المكان؟ يعني نقلوك لأي مستشفى وبعدين بجهود الخيرين وأخويا أبو يوسف ما قصار وابن أخويا قايس وابن أخويا رافع وصلت إلى هذا؟ نقلوني عن طيقة البطانية والحمل على الظهر وبعدين بالعربانة وعبر الوادي إلى أن وصلت إلى الجهة المقابلة المحررة شبه محررة؟ جيلة المؤمون فاستلقوني الجيش وعملوني العلاج اللازم وحطوني بالهمر وودوني على الحمام عليه الحمام عليه عملوني أم عملية البطن ووقفون نزف بس ودزوني على مستشفى أربيل لأنه ما عندهم كانية وما عندهم زخم كثير فقبل سبع ثمانة أيام تقريبا قبل أسبوع عملوا عملية البلاتين وتجبير الفخذ والآن نحن الحمد لله منظمة الصليب الأحمر ما شاء الله يعني ما أدخل لغصرة يعني بكل صراحة وكل مصداقية إن شاء الله ننقلها لجميع أنحاء العالم ووقفت معنا ووقفت الأم إلى أبنها شكرا جزيلا إن شاء الله بالسلامة نلتقي بمريض آخر أيضا أنت من الموصل الجديدة أروينا شلون صارت الحادثة وشلون وصلت إلى هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن كنا داخل البيت فدخلت قوات الأمنية علينا والمنطقة مارل بها شي فتوغلت القوات الأمنية إلى منطقة حي العامل اللي هي بعد تل رموان فأحنا خرجنا قمنا نخرج ونطلع فأني وأخويا وصديقي طلعنا كنا واخفين على سطح فجانا هاون هاون بنصنا وقع الهاون فقمنا نصيح يهايا فأخويا الصغير راح صيح أبوي قالوا أنه شوان هيشو هيشو معاناته هذه فجاء شاني وبطانية ونقلنا على القوات الأمنية والقوات الأمنية نقلتنا ضمدوني قوات الأمنية ونقلتنا من تل رمان إلى حمام علي وبقينا بحمام علي يوم واحد سحبوا رجلنا وهم ضمدوها فقالونا باتشر أنتو تروحون القيارة خبروا على قيارة قالوا قيارة مقبطة قالوا تروحون البرطلة خبروا على برطلة قالوا برطلة كذلك هم مقبطة فدزوننا على مستشفى أربيل غربي أربيل فالحمد الله ويصاب أمان الحمد لله خفيفة صارت الحمد لله وما أكو أي شيء وجهود الصليب الأحمر الحمد لله عناية كل شيء زينة وإعتنون بالمريض وإشاقون مع المريض طيب الحمد لله على السلامة ونأمل أنه منشوف المزيد من الجرحة لدينا هنا مريض آخر أو جريح آخر أيضا يبدو أنه متعرض في قدمه إلى إصابة ممكن تحدثنا عن شلون صارت الإصابة وأنت من أي حي من أحياء الجانب الأيمان والله السلام عليكم والله أنا وأخي من تل رمان فكنا فوق تحررنا قبل ثلاث أيام صارنا ثلاث أيام تحررنا وكنا فوق وجاء هوا من فوقنا وتعرضت للكسر فأسعفونا الجيران أسعفونا إلى القوات الأمنية قوات الأمنية عالجونا وحولونا على حمام علي حمام علي جهود صليب الأحمر ما قصروا إينا ضمدونا غاد يظلينا يوم وتحولنا إلى مستشفى غربي والحمد لله صليب الأحمر ما يقصروا معنا وكل الشكر والتقدير طيب الحمد لله على السلامة هناك مريض آخر أيضا يعني عذرا عبيدة لو كنت تسمعني حبذا لو أخذنا رأي مختصين أطباء بأعداد الجرحة بحالات الإصابات هذه ومدى تدهور الوضع بالنسبة لهؤلاء الجرحة نعم أنا قبل قليل كنت أتحدث مع كوادر الصليب الأحمر يبدو أنهم يعني جميعهم منشغلون لا نستطيع أن نوفر الآن تواصل سيكون غدا لنا لقاء مع متحدث باسم الصليب الأحمر الكوادر في المستشفى جميعهم مشغولون من كم العمليات التي تحدث العناية المشددة ممتلئة الأقسام جميعها الكسور الحروق جميعها ممتلئة يعني حجم الجرحة في تزايد كل ساعة يدخل جريح أو جريحين أو ثلاثة طبعا هذا يمر بسلسلة كما رواها الجميع يذهبون إلى حمام عليل ومن ثم إلى القيارة ومن ثم يتم نقلهم إلى الجانب الأيسر ومن ثم إلى برطلة الحالات المستعصية هي من تأتي إلى هذا المكان بسبب قلة المعونات الطبية في المستشفيات الموجودة في الجانب الأيسر وفي القيارة هنا الأطباء يعني يفعلون ما يستطيعون ولكن الأعداد فاقت المستطاع ولكن إلى حد الآن هم يعملون بكل ما أوتوا من قوة نعم نعم يعني عبيدة هل هذه المستشفى هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الجرحة في أربيل أما هناك أفرع أو مستشفى أخرى تستقبل هكذا أنواع من الإصابات نعم هذه المستشفى بحكم قربها يعني أقرب مستشفى إلى الموصل وبالتالي فالجرحة يأتون إلى هذه المستشفى هذه المستشفى أيضا هناك افتتحوا خيم ومخيمات لهالي مجزرة الموصل الجديدة هي تقع في الخارج ستكون هناك تغطية ستبث على قناة الفلوجة يوم قد إن شاء الله حول أقسام هذه المستشفى ولهذا فكم الجرحة سيتدفق إلى هذه المستشفى أما باقي المستشفيات ربما يتم نقلهم إن اضطروا إلى ذلك ولكن هذه المستشفى هي لنقول أنها قبلة الجرحة الآتين من الموصل نعم عبيدة الشريف نكتفي معك بهذا القدر ونتمنى لهم الشفاء العجل إن شاء الله شكرا جزيلا لك كنت معنا من أربيل ترجمة نانسي قنقر